السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اخوتي في الله معكم حنان الوراقي طبعا انا حبا لنا اشارك معاكم تجربتي كان يوم تمانية مارس كان يوم عظيم فعلا يوم جميل جدا ويوم مميق زا كان يوم المرأة العالمي فكل يعني كل سنة وكل امرأة بخير وطيبة واتحقق يا رب كده اللي نفسها فيه اللي بحققتهش السلام دي تحقق السلام جاية وربنا يكرمها ويوفقها وحبا لنا اشارك معاكم ايه تجربتي واليوتيوب كمان عمل يوم تمانية مارس عمل ايفنت بطلة يوم المرأة العالمي فحبيت لنا اشارك وانضموا احضر معاهم هو حتى باعت بيشكرني باعت لي الرسالة ديت اللي انا بسجل لكم عليها بعد شكري اللي انا حضرت يعني فانا بصراحة انا استفدت كتير جدا كانوا اجمل تلات ساعات يعني تلات ساعات كانوا جمال جدا استفدت استفدت كتير جدا كانت اليوتيوب عام الورشة لصحاب القنوات يعني لكل صحاب القنوات فاللي انضموا معنا استفدوا كتير وانا عن نفسي استفدت كتير جدا وكنت اول مرة اللي انا احضر ايفنت وبصراحة استفدت كتير كانت ورشة مميزة فعلا كانت ورشة كلها معلومات لصحاب القنوات واللي حضروا استفدوا كتير جدا واتمنى يعني لو في حاجة زي كده تاني اصحاب القنوات ينضموا فيها واكيد هيستفدوا واكيد هيستفدوا كتير لان ممكن نكون احنا بنعمل حاجة واحنا نفكرين شغالين على حاجة معينة واحنا نفكرين للحاجة ديت في مصلحة القناة واحنا نكون بندر قناتنا بنفسنا واحنا يعني مش عارفنا فبصراحة استفدت كتير جدا وعرفت معلومات يعني تفدني في قناتي وفي شغلي واستفدت بكل معلومة عرفتها سجلتها وان شاء الله كده هوت ان شاء الله كده اعمل باللي انا استفدت به وكمان في حاجة برضو حابة لنا اقول لكم عليها طبعا انا كنت هلكة نفسي شغلة باستمرار كل يوم معاكم فده كان تعب علي كتير جدا فانا حنظم القناة برضو وحخليها يومين في الاسبوع شغلة طيب اليومين اللي انا اخترتهم حيبقى السبت والتلات يعني يوم السبت ساعة تمانية تمانية مساء حينزل فيديو تمانية او تسعة انا نخله على انا لعند المتابعين من كده بيكون معوجودين لن فحوك النخليه يعني من ثمانية ونص overwhelming فالفيديو يتعرض مية من تمانية ونص كده هوت يوم السبت مساء ويوم التلات. فان شاء الله كده هوت امشي بقى على الجدول ده كده ايه على طوق? لا. اه علشان ما هلكش نفسي وتيجي يعني ويجي على صحتي وكده. فطبعا دي كانت حاجة من دمن الحاجات اللي انا استفدت بيها. وكمان اللي انا ادي فرصة للمتابعين اللي بيتابوني يعرفوا يشوفوا الفيديوهات اللي نزلت قبل كده. اه علشان ما شاتتش المتابعين. اه طبعا في دي كانت من ضمن النصيحة اللي انا استفدت منها. وان شاء الله كده هو تقدي برضو فرصة للمتابعين اللي بيتابعوني. اه يعرفوا برضو يشوفوا الفيديوهات اللي نزلت في القناة. اه قبل كده ويعرفوا اللي عايز يشوف حاجة اللي عايز يتابع حاجة اه موجودة في القناة فممكن يقدر يشوف اه يشوف براحته. اه بس كده هوت فعيب اه كده تخليكم بقى ايه بعيب ايه? يبقى يوم السبت ان شاء الله. ويوم التلات. اه ان شاء الله كده هوت اه نمشي بقى اه عن موعيد ديات ايه اه باستمرار. اه اتمامنا كده هوت اه يعني اللي انتوا تكونوا بتستفادوا من المحتوى اللي انا بقدمه ويكون بيعجبكم وكده. وبس كده هوت. يعني حبيت بس اللي انا عمل فيديو ده النهاردة واشارككم معايا. وبصراحة هو كان كان يعني يوم جميل جدا. وكان يعني دي كانت معلومة من ضمن الحاجات. يعني بصراحة صحاب القنوات اللي ما دخلوش بصراحة يعني خسروا كتير بصراحة. يعني كانوا يعني لو كانوا دخلوا ما وحضروا فكانوا حيستفادوا كتير جدا. اه في شغلهم على اليوتيوب. فكانوا حيستفادوا فعلا كتير. كانت ورشة جميلة جدا. وكانت ورشة مميزة فعلا. نعم. وكانت كلها معلومات. ويا رب كده هوت اه يكون محتوى القناة يكون بينالاعجابكم. وان شاء الله كده اقدر كده اللي انا هددم لكم. اه كل حاجة جديدة مفيدة. تكونوا بتستفادوا منها. تكون وصفات سهلة وبسيطة موفرة. اه ان شاء الله كده ربنا يقدرني كده وقدم لكم اه ان شاء الله كده اقدم لكم اي حاجة انتو كمان تطلبوها او اي متابعة لها اي طلب برضو. ان شاء الله كده هنعمل كل الحاجات دي مع بعض برضو. انا بكتب كل حاجة المتابعين عندي بيطلبوها مني. بسجلها عندي. وان شاء الله كده نعمل كل الحاجات اللي انتو اللي انتو طلبتوها. نعملها مع بعض بعد كده ان شاء الله في الايام اللي جاية ان شاء الله. كان معكم حنان الوراكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.